شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الظاهرين الله سبحانه على محمد وآله محمد فلعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين وضافاً إلى الاهتمام بعلم الفقه ومقدماته القريبة والبعيدة ينبغي علينا أن نهتم بما بأمرين آخرين الأمر الأول العقائد والأمر الثاني الأخلاق نتحدث أولاً حول الإهتمام بالعقائد التي تمثل الرؤية العامة إلى الكون والحياة والمبدأ والمنتهى في الأحاديث الشريفة هناك تأكيد شديد على قضية المعرفة نحن عادة نعتبر أن الملاك في الأفضلية العمل العمل ولكن الشيء الذي يظهر من الروايات الشريفة أن ملاك القرب إلى الله تعالى وملاك البعد وملاك الأفضلية هو مقدار المعرفة المعرفة لها مراتب ما هي المرتبة من المعرفة التي تملكونها في الحديث الشريف بعض بعضكم أكثر صلاة من بعض ولكن هذا لا يعتبر ملاكاً وبعضكم أكثر حجاً من بعض هذا في نظرنا قد يكون ملاك واحد ذهب إلى الحج أربعين مرة أو قبل مدة كان مكتوب أن واحد ذهب إلى الحج مئة مرة ومرة واحدة وأغلبها مشياً على الأقدام هذا مملاك وَبَعْضُكُمْ أَكْثَرُ صَدَقَةً مِنْ بَعْضُ وَبَعْضُكُمْ أَكْثَرُ صِيَامًا مِنْ بَعْضُ وَأَفْضَلُكُمْ أَفْضَلُكُمْ مَعْرِفَةً كلما المعرفة تكون أفضل المؤمن يكون أفضل ولا شك أو قاعدة أن صرف الوقت للأفضل هو أفضل يعني إذا دار أمركم بين أن تذهبوا إلى الحج المندوب أو أن تذهبوا إلى تحصيل المعرفة فمقتلى هذه الرواية أن تصرفوا وقتكم لتحصيل المعرفة هذا أفضل النبي صلى الله عليه وآله في حديث مروي عنه يقول أَفْضَلُكُمْ إِيمَانًا أَفْضَلُكُمْ مَعْرِفَةً رواية في الكافي تقول هذه الرواية مَا أَعْلَمُ شَيْئًا بَعْدَ الْمَعْرِفَةً أَفْضَلُ مِنْ هَذِهِ أو ثمانون سنة يعيش في ملك الله ويأكل من نعمه لا يعرف الله حق معرفته طبعا بالمقدار الَّذِي تَسَعُهُ ضَرْفِيَةُ الْبَشَرِ والروايات في هذا الباب كثيرة المعرفة تمثل البنية التحتية وجميع البنى الفوقية تُبنى على هذه القاعدة اللي في الروايات عُبِّرَ عن هذه الحقيقة بالأساس هذه الرواية المروية والتي ورد فيها هذا اللافظ عن النبي صلى الله عليه وآله إن دعامة البيت أساسُه القاعدة كلما القاعدة تكون أقوى وأفضل البناء يكون أكثر استحكاماً وَدَعَامَةُ الْدِينَ وَدَعَامَةُ الْدِينَ الْمَعْرِفَةُ بِاللَّهِ تَعَالَى إلى آخر الرواية هذه هي القاعدة التي تُبنى عليها جميع البنى الفوقية الشيء الذي نتصور أن هناك قصوراً في المجالات المعرفية أكو هناك قصور وربما يكون هناك بعض التقصير المعرفة لها مصادر إذا واحد انقطع عن مصادر المعرفة كيف يعرف الله تعالى وكيف يعرف أولياءه وكيف يعرف أنبياءه وكيف يعرف الدينة ما هي مصادر المعرفة مصادر المعرفة القرآن الكريم الارتباط بالقرآن الكريم عند بعض الأفراد ضعيف أحياناً واحد ربما يمر عليه الشهر ولم يقرأ آية من القرآن في غير الفرائح إذا يقرأ القرآن لا يعرف تفسير القرآن هذا الذي انقطع عن هذا المصدر كيف تتكامل معرفته وكيف يتلقى معرفته من مصادر المعرفة نهج البلاغ من مصادر المعرفة أدعية المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين واحد من العلماء كان يقول كلام لطيف كان يقول أنه في أحاديث أهل البيت الأحاديث أهل البيت كانوا يخاطبون الخلق فكانوا مضطرين عادة أن يكلموا الخلق على قدر عقوله ولكن في الأدعية عادة ما كانوا يخاطبون الخلق وإنما كانوا يخاطبون الخالق فكانوا يتكلمون مع الخلق بكنه عقوله الآن هذا الكلام ربما لا يكون له كلية ولكن يبدو صحيحا في الجملة المعارف العميقة موجودة في أدعية أهل البيت صلوات الله عليه في دعاء كميل في دعاء عرفة لأن الإمام كان يتكلم مع الله سبحانه وتعالى نحن كم ارتباطنا بالقرآن الكريم؟ كم هو ارتباطنا بنهج البلاء؟ كم هو ارتباطنا بأدعية أهل البيت؟ كم هو ارتباطنا بالصحيفة السجادية؟ كم هو ارتباطنا بكتب الحديث؟ وكتب المعارف؟ هذا الارتباط مع مصادر المعرفة فيه نوع من الضعف وأثر ضعف الارتباط ضعف المعرفة هذا الفرد الذي تجدونه صغيراً الآن في المستقبل يكون كبيراً ولكن هذا النمو في بعد واحد إن نمو في هذه الحياة يجب أن يكون نمواً متوازناً هذا مثل واحد إذا فرضنا ابتلي بخلل فأخذت يده تنمو وبدنه ضامر البدن مدى ينمو إحنا المهم فينا أن ننمو نمواً متوازناً اليد تنمو، الرجل تنمو، البدن ينمو، المخ ينمو أما إذا فرضنا واحد نمو ما كان متوازن بدنه أخذ ينمو، لكن الرجل ما نمات هذا الرجل معوق تعويق، تعويق يعني شنو؟ هذا معنى التعويق من مصاديقه نمو غير متوازن نمو في بعد واحد هذا الرجل ينمو، يكبر اجتماعياً ربما يكون فقيهاً ربما يكون أصولياً مدققاً ربما يكون منطقياً ولكن في حق للمعرفة ما نمو الناس ينظرون إليه من خلال فقهه أو من خلال منطقه لكن هو هذا الرجل، هو ذلك الرجل العامي هوم يظن أنه نمى، وإذا به يفتح خطاً انحرافياً في الأمة الناس ينظرون إليه من خلال مجال نموه هوم يتصور ذلك كان واحد من العلماء تتلمذ عنده رجل بعدين كان متكلم هذا التلميذ في قضية عقائدية فبعد الحديث كان قال الأستاذ شنو نظركم فيما قلته؟ قال في الواقع صحيح أنا أستاذك وأنا متبحر في ذاك الميدان لكن في هذا المجال اللي تحدثت عنه أنا عوام محظ حقيقة واحد يكون عوام محظ في ميدان المعرف وربما يكون بعض العوام، العوام يعني العامة اللي يشكلون عامة المجتمع ربما يكون بعض العوام أفضل منه إيماناً لأن هذا الذهن يكون مشوب ببعض المطالب بينما عامة الناس أذهانهم غير مشوبة بهذه الشوافر فهذا يكون عملاقاً في الفقه وعامياً محظاً في ميدان المعارف وينطبق عليه الحديث الشريف ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي عليه سبعون عاماً أو ثمانون عاماً وهو لا يعرف الله حق معرفته الآن أن لا يعرف هذا أهوى ولكن أن يفتح خط انحرافي في الأمة هؤلاء الذين فتحوا خطوط انحرافي أحد العلماء كان يقول إحنا كل إمام من الأئمة صلوات الله عليهم هناك جماعة وقفوا عليهم المعروف أن الواقفية هم الذين وقفوا على الإمام الكاظم ولكن كان يقول كل إمام هناك جماعة وقفوا عليه يعني جماعة قبلوا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه وما قبلوا الإمام المشتبى جماعة قبلوا الإمام المشتبى وما قبلوا الأئمة اللاحقين فالمفروض في الواقع إذا واحد هؤلاء الذين فتحوا خطوط انحرافي منه كانوا بعضهم أهواءهم وشهواتهم قادتهم إلى ذلك مثل البطائنة وبعضهم كان عندهم قصور في ميدان المعرفة فهذا خطر أنه واحد في المستقبل يظل ويظل وربما يبقى هذا الخط الإنحرافي الذي كونه يبقى مئات الأعوام البدعة كيف تتكون؟ البدعة تتكون عادة إما من الهوى وإما من الجاهل فالحقيقة هذه القضية قضية المعرفة وقضية المعارف يجب الاهتمام بها كما أنه واحد يهتم بالفقه ويهتم بالأصول ويهتم بالمنطق يهتم بالمعرفة يهتم بالقرآن الكريم يهتم بنهج البلاغة يهتم بالصحيفة السجادية يهتم بأدعية أهل البيت صلوات الله عليه يهتم بكتب المعارف السليم الوالد رحمه الله كان يؤكد على كتابين في ميدان المعارف الكتاب الأول كتاب حق اليقين سيد عبدالله الشبر رحمة الله عليه والكتاب الثاني كفاية الموحدين اللي هو كتاب عميق في ميدان المعرفة واحد يقرأ هذه الكتب يتباحث هذه الكتب يطالع هذه الكتب هذه الأمثلة التي أذكرها الآن الأمثلة في هذا الميدان كثيرة وبعض الأمثلة لعله واحد ما يتمكن يمثل بها لوجود محذورات خارجية الأمثلة اللي أذكرها أقطعها عن الحديث المتقدم أنه فرد أحياناً يتورط يتورط أذكر لكم ثلاثة أمثلة مثال يتعلق بالمبدأ ومثال يتعلق بالإمام ومثال يتعلق بالمعاد المثال الثالث في المعاد هذه الورطة التي تورط فيها كثير من الحكماء أنهم أنكروا المعاد الجسماني انكار خلافاً لصريح القرآن الكريم قرآن لا يقول قرآن يقول قال من يحيي العظامة وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ولكن هذا الفيلسوف يقول لا لا يحيي العظامة وهي رميم ذاك الرجل إجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وجاء له بعظم أخذه من المقابر وفت ذلك العظم أمام النبي صلى الله عليه وآله تفتيت يبدو عظم بالكاً قال من يحيي العظامة وهي رميم القرآن يجيب قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ولكن هذا الفيلسوف يأتي ويقول لا لا يحيي العظامة وهي رميم الشكل معرفتنا حقيقتها في المبدأ الله يجبر خلقه الله أجبر أبو ذار على الطاعة والإيمان وأجبر أبو لهب على الكفر والعصيان بعدين يأخذ أبو لهب يذب في قعر جهنم يقول يا الله أنا كنت مجبور الله يجيب الذاتي لا يعلى هذا الشكل عقيدتنا في الله تعالى وعقيدتنا في الإمام أن الإمام هذا الشكل فالتخمين يخمه في حكم شرعي وعقيدتنا في المعاد ضد القرآن الكريم أنه لا يحيي العظامة وهي رميم هذا الشكل واحد يتورط حقيقة يتورط في إحدى الكتب المتداولة لأن أنا مو نظري إلى القائل وإنما إلى القول ما أذكر خصوصياته يقول كلام أن الصورة لا تنقلب إلى صورة أخرى وإنما الإنقلاب يكون على الهيولة ويشرح في المعاد الجسماني المحشي وهو أحد كبار العلماء عندما يشرح هذا الكلام وقضية الإنقلاب في الصور والإنقلاب في الهيولة يقول وَلَعَمْرِ إِنَّ هَذَا الْكَلَامِ أَيْنُوا إِنْكَارِ الْمَعَادِ الْجِسْمَانِ بعدين كأنه يستوحش يقول وَأَنَا في هذه الساعة في هذا اليوم من شهر شعبان ممكن في الرابع عشر من شعبان من عام كذا أشهد الله وأشهد ملائكته وأشهد أنبياءه أني أعتقد بما جاء به القرآن الكريم ونطق به النبي الأعظم ونطق به أئمة أهل البيت وعليه اعتقاد قاطبة المسلمين لماذا؟ واحد قلت ما علي بهذه الأمثلة أنا أعود إلى الصدر وأترك هذه الأمثلة أعود إلى صدر الحديث واحد إذا ما قرأ الفقه يكون عامياً في الفقه إذا واحد ما قرأ المنطق يكون عامياً في المنطق إذا واحد ما قرأ العقائد يكون عامياً في العقائد وربما يظل وربما يظل وربما يفتح خطاً انحرافياً يبقى بعده فإذاً مضافاً إلى الاهتمام بالفقه ومقدماته البعيد والقريب ينبغي علينا أولاً الاهتمام بالمعرفة وهذا الاهتمام إنما يكون بالاهتمام بمصادر المعرفة القرآن ونهج البلاغة والصحيفة السجادية وأدعية أهل البيت وأحاديث أهل البيت وكتب العقائد الصحيحة هذا هو الشيء الأول الذي ينبغي علينا الاهتمام به والصح الشيء الثاني الاهتمام بالأخلاق بعضنا ربما يكون ارتباط بالمصادر الأخلاقية ضعيفة مصادر الأخلاق ما هي الفقه إلى مصادر المعرفة لها مصادر الأخلاق أيضاً له مصادر مصادر الأخلاق تاريخ النبي الأعلى صلى الله عليه وآله وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ نش قد نعرف من تاريخ النبي صلى الله عليه وآله كم نعرف الوالد رحمه الله كان يقول النبي صلى الله عليه وآله مظلوم مو معروف الآن هذا كلام آخر النبي كم معجزة عنده كم نعرف من معاجزه عشرة عشرين الوالد كان يقول النبي صلى الله عليه وآله له أربعة آلاف معجزة وفي أخريات أيام حياته كان يكتب كتاب في معاجز النبي صلى الله عليه وآله كان يحاول جمع هاي الأربعة آلاف كم نعرف من تاريخ النبي كم نعرف من تاريخ الأئمة صلى الله عليه الذين هم مصادر الأخلاق من تاريخ علمائنا كم ارتباطنا بالكتب الأخلاقية الكتب المدونة في الأخلاق هذه يجب أن تقرأ كما يقرأ الفقه على الأقل تباحث على الأقل تطالع القضية مو فقط قضية فقه وعلم الأخلاق الأخلاق مؤثر الحالة الأخلاقية للفاق النفسية الأخلاقية للفاق الله تعالى لا ينظر إلى العلم فقط أحد يحاول أن يكون عملاق من الناحية العلمية ولكنه ضعيف من الناحية الأخلاقية كان أكو أحد العلماء الكبار يقال له شريف العلماء معروف وتوفي في أيام شبابه عمره كان خمسة وثلاثين عام عندما توفي ولكنه بحر من العلم هذا له تلميذان ضمن تلاميذ أحد تلاميذ الشيخ الأنصاري رحمة الله على وعند تلميذ آخر اللي ذاكرين في أحوال ذلك التلميذ أنه كان مكافئا للشيخ وربما كان متفوقا عليه من الناحية العلمية عندنا رواية مذكورة في وسائل الشيعة حول يمكن الرواية في سطرية حول مشي النبي صلى الله عليه وآله بابن طاب مذكورة الرواية فحر العلوم يقول رحمة الله عليه ومشي خير الخلق بابن طابي يفتح منه أكثر الأبواب شوفوها بالوسائل يمكن سطرية هذا العالم هذا العالم ينقل في تاريخ أنه استخرج من هذه الرواية سبعمائة مسألة وقاعدة فقهية وأصولية اللي لعله في تاريخ الفقه ما عندنا هالشكل الذهنية وقادة اللي تمكنت أن تستخرج من هذا الحديث سبعمائة مسألة وقاعدة ولكن أي ذكر مائل علمه مو مطلوب الله تعالى أحيانا لا يبارك البركة في حياة فرد في ذرية فرد في علم فرد علم ما ببركة وجعلني مباركا في الرواية أكو يعني نفاعا علم بلا بركة حياة بلا بركة ذرية بلا بركة مو مطلوب أصلا لا يذكر كتب أصلا مو معلوم وينها أحد العلماء يقول بحثت عن كتبه فلم أجدها مو معلوم شو أنقل لكم قضية واحدة في حياتي يمكن هذه القضية تفسر هذه الظاهرة إنسلاب البركة من حياة شريف العلماء في يوم من الأيام توجه مع تلاميذه إلى الكاظمية ومن الكاظمية توجه إلى سامراء سيارة الأئمة الأربعة صلوات الله عليه وسرداب الغيبة في الطريق إلى سامراء نصبوا خياماً كل جماعة في خيمة هذا الرجل مع رجل آخر كانوا في خيمة وجرى بينهما بحث علمي أحياناً أحياناً البحث العلمي تحدث فيها حدة حدة في البحث يعني فصار بينهما بحث الجد رحمة الله عليه كان يقول أنا أول ما دخلت في سلك طلاب العلوم الدينية صممت على ثلاثة أشياء وحدة أن لا أماري أبداً مرار جدال البحث تخول إلى بحث حاد فيما بينهما فهجم ذلك الرجل أخرج سكيناً من جيبه وهجم على هذا العالم العالم شاف القضية الجدية فشرد والتجأ إلى خيمة شريف العلماء فدخل هذا في الخيمة شريف العلماء أستاذهم شاف فنهره تلميذ المهاجر فاستحيا وخرج شوفوا العظم في جانب يستخرج سبعمائة قاعدة ومسألة من سطرين ويهجم بالسكين على صاحبه هذا يسمون نمو غير المتوازن أملاق من الناحية العلمية ولكنه ضئيل من الناحية الأخلاقية بينما عندما تشوفون الشيخ الأعظم الذي هو صديق هذا الرجل وزميله في البحث العلمي في نهاية التواضن يأتي بالعجب العجاب وكأنه لم يصنع شيئا وفيه تأمّر عندما يريد يرد نظرية علمي وفيه نظر لم ينقدح المراد مين العام حفظه الله كان يقول نقل لي أحد علماء قوم كان كنت أحضر في بحث رجل عالم بعدين انقطعت عن بحثه بعد ما رحت ذاك العالم ينقل للعام فيقول يومي الأيام شافني قال مش عجب ما تجي إلى بحثي قلت له في الواقع أنا أجد شبه شرعية في الحضور إلى بحثك قلت ليش شبه شرعية قلت ليش قلت إحنا عندما كنا نحضر في بحث السيد البروجردي رحمة الله عليه عندما كان يريد يناقش نظرية كان يعظم القائل مثلا الشيخ الطوسي على نظرية يعظمه يعظمه يمجده بعدين يقول ولكن أنا ما فهمت المراد من كلام الشيخ ربما العبارة فيها قصور أو فهمي فيها قصور ويناقش النظرية بأدب فإحنا عندما نخرج من بحثه نخرج بحالة إكبار لهذا العالم العالم المناقش يعني شيخ الطوسي مثلا وربما يقول أنتوا إذا تشوفون حياة الشيخ الطوسي وتأليفاته ومشاغله وأعماله الاجتماعية ومشاكله يمكن صارف على هذه المسألة دقيقة واحدة بينما أنا صارف عليهم مثلا أربعة ايام فهذا مو معناته أنه تشكون في جلالة الشيخ مثلا هذا السيد البروجردك أما أنت عندما تجي تناقش نظرية علمية فد شكل تسقط الطرف في نظرنا حتى هذا الانطباع يوجد في ذهننا كأن هذا العالم اللي قائل بتلك النظرية اللي أنت تناقشها كأنه راعي أغنام جاي من وراء الغنام وقايل فد نظرية علمية هالشكل انطباعنا يكون عن ذاك العالم يعني تمرده إذا صح التعبير تسحقه لا تصورون هاي قضايا الآخرين هاي قضايان إحنا وإذا بطشتم بطشتم جبارين أخيانا واحد يكون جبار الجبار يعني مرة يحمل السكين ويهجم على صاحبه هذا فرد من أفراد الجبار يعني يناقش النظرية ويسحقها سحقا الجبار يعني في يوم من الأيام إذا وصل إلى القدرة يحطم خصومه تحطين هذا معلوم جبار أنتم في يوم من الأيام القدرة تجبيتكم ولو أن تكونوا عالما في منطقة ما الذي يتعامل مع الآخرين معاملة الجبارين ما الذي يتعامل مع تلاميذه المسيح صلى الله عليه قال إن لي إليكم حاجة لتلاميذه قالوا قضيت حاجتك يا روح الله فَقَامَ وَغَسَلَ أَرْجُلَ تَلَامِيذِهِ قالوا أنت وتفعلك ذلك؟ قالوا نعم لكي تعملوا بذلك من بعدي مضمون الرواية ربما مع تلاميذه يكون جبار أنا أشوف شبه شرعي أن أحضر في مثل هذا البحر على كل حال هذه القضايا الأخلاقية الدقيقة الموجودة في حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وحياة الأئمة الطاهرين وحياة العلماء الأخيار يجب علينا أن نعلمها وأن نتعلم منها إن نقاط الأخلاقية الدقيقة وننقل هذه القضية ونختم أيضا الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه له حق علينا جميعا الذين يعيشون في قوم لأنه بالنتيجة هو الذي بدأ أو كوّن أو ساهم في التكوي ينقل أحد العلماء يقول أن رجلاً في يوم من الأيام كلامنا في الاهتمام بالنقاط الأخلاقية وبالذات النقاط الدقيق طبعاً أنا عندما أنقل قضية كلامي في الفاعل لا في الفعل نحن عندنا حسن فاعلي وعندنا حسن فعلي هذه القضايا تدل على ذاتية معينة كلامنا في تلك الذاتية ليش الله تعالى جعل هذه البركة في وجوده الآن جميع الطلبة يعيشون على مائدته من الناحية الظاهرية من الناحية الواقعية يعيشون ببركة كريمة أهل البيت فاطمة المعصومة صلوات الله عليها اللي احنا نشعر بالقصور والتقصير الكبير أمامها هذه البركات العظيمة يأتي من ناحيتها ولم نقم بما ينبغي تجاهها يقول في يوم من الأيام الشيخ عبد الكريم ذهبت إلى بيته ذاك العالم أو الرجل على غداء فمدة المائدة أنا هو وحد نقن صفرة متواضعة وبدأنا بالآكل يقول فجأة في أثناء الآكل الشيخ عبد الكريم الحائري توقف لحظة وفكر هنيئة ثم بعد ذلك مد يده إلى المائدة وأخذ مقدار من الطعام وحمله والدائل الداخل والدائل الداخل بعدين أجي واعتذر مني طبعا هذا العمل من الناحية العرفية مو هواية مقبول فقال في الواقع أنا في خلال تناول الطعام فكرت أن كل الطعام الذي عندنا في البيت وهذا الطعام أكثر من هذا ماعد وزوجتي واجبة النفق ومو من الصحيح أن تبقى جائعة فاستشكلت في ذلك لعل هذا العمل خلاف المروء أنه إحنا نشبع وهذه المرأة المسكينة تبقى جائعة أو لا تأكل من هذا الطعام تأكل خبص خالي مثلا ولعله يكون خلاف العدالة ففكرت أن أتحمل الخجل أمامك أو لا من أن أرتكب هذا العمل اللي ربما يكون منافي للمروء أو للعدالة لاحقوا هذه الالتفاتات الدقيقة وأحد العلماء ما أذكر نقل لي قديماً شبح القضية هذا أنه زوجة الشيخ عبد الكريم الحائري في أخريات أيام حياتها على ما ببالي هذه ابتليت بالشلال أو شبه الشلال على كل حال بمشكلة الناس عادة زوجته المهم عندما يصير فيها إشكال طلقها وانتهى كل شيء قال أن الشيخ عبد الكريم ربما قال عشرة أعوام أقال أكثر مدة طويلة كان يقوم بشؤون هذه الزوجة حتى قال من جملة أعماله أنه كان يشيلها على ظهره هذه المرأة المعوّقة ويوديها إلى فوق السطح في أيام الصيف أيام الحار والصبح ينزلها ليجوه مع مشاغله وارتباطاته كان يقوم بشؤونها وفاءً لها هذه في يوم من الأيام كانت زوجته الآن تحولت إلى معوّقة وتركها وطلقها يوجد قضية تنقل بأشكال مختلفة وصور متنوعة من جملتها هذه أنه واحد كان عنده أبو في بيته الأباء الأمهات عندما يكبرون أولاد بعد ما عدتهم فلو وضع هذا الأبن فوضعها في زنبيل حتى يوديها إلى مكان يتركها هناك فإبنه بالطريق قال لأبيه أنه إذا خليت جدي هذا الزبير رجع أعده قال ليش الأبو قال للإبن قال إذا خليت جدنا رجع هذا الزبير قال ليش قال حتى إذا في يوم من الأيام أنت مكبرت وصرت مثل جدي أنا بهذا الزبير أيضا أشيلك وأودك نفس المكان هذه النقاط الأخلاقية الدقيقة وما أكثرها في حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت والعلماء الأخيار يجب أن نتعلم منها وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر موسيقى